في أكثر من مكان داخل الحيز الجغرافي لمقاطعة بابابي تعمل السلطات العليا في البلد على تحقيق التنمية ومواصلة البناء على نحو يضع البنية التحتية الطرقية والتعليمية في قائمة الأولويات بنية تحتية تعززت بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة فهذا مثلا المحور الطرقي الرابط بين مقاطعة بوكا وكيهيدي يتم تأهيله الآن ومع انتهاء الأشغال فيه يتوقع أن تتعزز حركة النقل في المنطقة وتصبح مناطق كثيرة على صلة مباشرة بعاصمة المقاطعة مشروع طوله 100 كم ويتكون من محورين محور يعادة بناء ويتكون من 50 كم ومحور فيها 34 كم عادة نقول نحن رام فرصة ما اللي تكون من إعادة بناء تكون من 50 كم طبقة أساسية فاتوا عدلت منها 40 تقريباً وفي مجال التعليم استفادت كافة بلديات المقاطعة من المؤسسات التربوية التي تم تشيدها مؤخراً ففي قرية هيرا قوليرا تم بناء هذه الإعدادية التي كانت مطلباً لدى السكان والآن دخلت الخدمة لتنتهي بذلك معاناة تلاميذ المرحلة الإعدادية في هيرا قوليرا وقرى التجالة وبيلامي وصبوالله الإعدادية التي مدشنا هذه السنة الإعدادية من طرازها جيد نحن كنا قبلها نتبادل مع ابتدائي والحمد لله وقد شملت هذه التطورات المتسارعة إلى جانب التعليم والطرق مجالات خدمية عدة لامست تطلعات المواطنين في عموم أرجاء المقاطعة عبد الودود السدنة الموليتانية من قرية هيرا قوليرا بمقاطعة بابابي ترجمة نانسي قنقر